تابعونا البرنامج الخاص بحملة نتعلم في بداية العام الدراسي الجديد طبعاً مقدمين حلقهم عبدالله وعلي لو جمعناهم يطلع من اسم ضيفنا والله حاجة حلوة تشوفها علي العزازي قبل شوي حقيقة أن استوديو حقنا كان مليء إيجابية مع ضيوفنا لكن جانا كده شخص وملائنا كده إيجابية وابتسامة وحيوية وروح جميلة الحبيب عبدالله العلاوي ياهلا وسهلا ياهلا رحي الله عبدالله الله يرضى عليك فرصة سعيدة معاك ومع مستدى علي أسعد اللحظات عبدالله أنت كده الأمور عندك بدون ترفع الألقاب من أول مرة الدكتور عبدالله العلاوي طيب هذا تأتي بعدين لا الدكتور هذه ما تسقط شوف أستاذ ممكن تروح دكتور مهندس يزعل ما بقى لك الدكتور رجال دفع دم قربه وعمه وشوف الرجال شيب وهو يطلب العلم بس لسه لا نفك عيالته ونحن نريد أن نستنى يفك العيادة هو متأخر شوية منتظر كده البزنز الأقوى صلاح عبدالله الله يسهل بإذن الله تعالى وفي كل خير إن شاء الله عبدالله العلاوي حلو كمان أي شخص صلاح عبدالله العلاوي أنت طبيب أسنان لكن كنت اليوم معنا بصفتك مؤسس إحدى المبادرات اللي تبدو جميلة بس هنشوف يعني عشان ما نمدح شيء وحنا دسة ما عرفنا مع الجمهور تفاصيله مبادرة أنت أنا صحيح وهو فعلا أنت أنا يعني أنت عبدالله وأنت علي أنت عبدالله العلاوي ما هي مبادرة أنت أنا في سطر قبل ما ندخل نأخذ الفهرس والترهيب طيب جميل هي المبادرة فكرتها بكل بساطة خلينا نقول هي منصة اجتماعية تجمع بين الطلبة المتخرجين من الثانوية والطلبة المسجدين في الجامعة والطلبة الجامعيين اللي هم الطلبة اللي أريد يخلاصهم في الجامعة في تخصصاتهم فالطلبة الجامعيين هم يتطوعوا بأنهم يقدموا خبراتهم وتجاربهم واستشاراتهم بالطلبة وطلبة الثانوية أبد يدخل يختار الجامعة التخصص اللي يبغى ويطلعوا له السفراء عشان يقدروا يسألهم مجابعة سفساراته سفراء لكل تخصص لهذا في تاس الصور شكرا لسعني هذا بكل بساطة هذه مبادرة الآن نحن نأخذ بقية الصفحات معك يعني أرى أني استوعبت كويس أم لا أني أنا لو أبغى أروح تخصص في قسم الإعلام إذاعة والتلفزيون أنا متخرج الثانوي انقبلت في التخصص وهذه السفراء أو قبل ما أنقبل في التخصص أو قبل ما أروح أبدأ دراستي في التخصص أوصل من خلال مبادرتكم لطلاب في الإذاعة والتلفزيون أسألهم كيف التخصص هذا كيف الدكاترة كيف المواد كيف المناهج صحيح لا لا استعابك 100% صحيح بكل بساطة تختار التخصص وتختار الجامعة والآن المبادرة فيها 1700 سفير وسفيرة تقريبا فنحن نقدر نقول أن نغطينا كل الجامعات الحكومية ومعظم الجامعات والكليات الأهلية لأنه ما شاء الله قاعدت تكثر السعودية فأيوة يعني هذه فكرة بكل بساطة أنا سويت تست أنا ما أحب يعني يعني يدخل معي ضيف عنده مبادرة وعنده تجربة وموجودة تجربة رقمية المرصة موجودة بدون ما أجرب أوعد ملعب عشان ما نملك أيوة فدخلت و سويت تجربة على تخصص بعيد في جامعة بعيدة وطلع لي فعلا سفير اسم السفير طلع لي وحسابه في تويتر يا سلام طيب أنا بس ما كملت التجربة يعني المفروض أن أنا أروح له في حسابه تويتر وأسأله على الخاص أقول له أنا مهتم بأن أنا أكون طالب في الكلية وعاجبني هذا التخصص فأنت تعطيني إيجابياته وسربياته أم لا وهو هيأخذ ويعطي معايا بصدر رحب أم لا يعني هي الفكرة بكل بساطة أنه بعض الأحيان تكون الأسئلة منطقية يعني أشياء بسيطة زي فعلا إيش الإيجابيات وسربيات من المستجد إيش المستجد إيش المواد اللي ندرسها إيش الخطة أشياء مكتوبة وموجودة في مواقع الجامعة بس أحيانا تحتاج طالب جربها عشان تأخذ منه الفكرة كاملة ففعلا نحن نقول داما للسفراء أنه اللي يسجل معنا يفك حسابه و تويتر يفك الخاص فبالتالي خلاص هو الآن مستعد أنه يتلقى هذه الاستفسارات كل سفير يقول بالعادة يجيلوا بعض السفراء على حسب تخصصها حسب الزحمة بعض السفراء يجيلوا شخص شخصين ثلاثة كل يوم بعض الأشخاص كل أسبوع يجيلوا عشرة لكن الألف و سبعمية يعني نحن نحاول نشيك عليهم كل فترة و فاعلهم كلهم معظمهم نشطين و كل فترة نقعد نصفي 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 فأيوا نقدر نقول نحن نحريصين أنه كل أحد يكون موجود و هو يكون نشير و فعلا قاعد يخدم الطلاب طبعا ممكن تواجه إشكالية أنه مثلا عبدالله تخرج قبل سنتين محمد يتخرج بعد فصل فتحتاجوا تنشيط للسفراء بالعكس نحن نحتاج طلاب و نحتاج متخرجين و معانا كمان أعضاها هي التدريس وإن كان نحن خلينا نقول الجمهر الأساسي أنه نبغى طالب يدرس في هذا التخصص ليش لأنه لما نكون طالب جامعي قاعد يدرس حتى أنا كمتطوع أنا قاعد يستفيد لما طالب يسألني عن حاجة في تخصصي أنا ما أعرفها لا أروح أسأل عنها و أتأكد فأنا استفدت و اتطوعت لكن وجود المتخرجين مهم وجود عضاية التدريس كمان مهم فأيوة بالعكس حتى لو تخرج تكون فتحت قدام الأبواب أكثر فيقدر يساعد أكثر عبدالله عشان تعفيني أحبك ممكن ترى موية الضيفة أنا غلقت ممكن تجلبوا لنا موية و الله نقاعد نملح من موية هو جاي من الممشى على الجوله فنبغاله موية باردة أو حارة والله يعجب كل موجود سكر كيف؟ كل موجود أنا راضي طيب عبدالله أو دكتور عبدالله إسلم الآن نحن لا نبلا على أبواب قبول جامعي ولا تنسيق جامعي ولا شيء فأنا اللي أتصور أن نحن ممكن نستفيد من هذه المنصة من خلال أنا الآن كطالب في المرحلة الثانوية ثالث ثانوي أو ثاني ثانوي أبدأ أستفيد من هذه المنصة في تحديد هل أنا المسار أو الكلية اللي أنا أبغاها هي فعلا المناسبة لي أو لا مو أستنى لحد ما أنقبل فيها وبعدين أبدأ أسئلة فهل هذا متاح يعني أنا حاب الهندسة الديكور أو الانتيريور ديزاين أو كذا كلموني عنه فهل ممكن أن أنا أدخل الآن لسه نحن في نهاية العام الدراسي ممكن يبدو الناس يصير في موسم على المنصة حقاتكم لكن هل أقدر أنه من الآن أبدأ أدخل المنصة وأسأل السفير هذا أنا حاب هذا المجال في البرمجيات أو في الانتيريور ديزاين التصميم الداخلية أو في أي قسم من أقسام هل أنت ممكن تفيدني يا سفير في اختيار هذا التخصص هل هو مناسب لي أو غير مناسب تنفرني منه وتحببني فيه أو لا لازم أكون مقبول في الجامعة وداخل في هذه الجامعة وهذه كلية جميل 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 جدا طيب سواء تخصص والعكس صحيح واحد متحمس يبرك أن هذا أفضل تخصص واحد يعرف يسولف عن تخصصه فيسوق لك التخصص بشكل ممتاز وهذه إشكالية دائما تكون موجودة لكن أنت تحتاج هذا على قولهم الكريتيكال ثينكين أنك أنت تأخذ المعلومة و أنت تحللها و تركبها على وضعك أنت و تركبها على معاييرك أنت فأيوة واحد من طرق البحث أنك أنت تروح و تسأل الطالب الجامعي اللي يدرس هذا التخصص في وسط مكان فيه ألف سبعمائة شخص و ترى مو بس مبادرتني لو أنت كتبت في تويتر في أي موقع تبغى أي تخصص تبغى أي طالب أي مختص في أي مجال تقدر توصله بسهولة فأنت موجود في عالم مليان من مختصين حولك أسأل هذا و أسأل هذا سفراءكم أنت و ما تعطوهم أرضية أن أوصف باللي شفته بدون ما تبالغ و بدون ما تنفر يعني هي صراحة نحط مجموعة من النصائح خلينا نقول بس تظل أن المساحة متاحة يعني بالكل أن يعبر باللي هو شوف فأيوه فما تقدر أنت تتحكم فيها على قد ما الشخص يسألك على قد ما يتجاوب لكن في بالعادة مو أي شخص سيأتي يطوع معك يعني نحن ما نعرف صراحة من المتطوع نحن نزل رابط و ناس تقدم لكن نحن متأكدين من حاجة أنه ما في أحد سيأتي و يقدم هذه الخدمة بشكل مجاني و يقول أنا مستعد أطوع إلا شخص يعني هو مهتم بالمجال مهتمون أن يعطي الأشخاص الذين بالعادة يكونوا حريصين أنه والله ما يعطي إلا معلومة تفيد الشخص الآخر أنا أفيده و لا أضره ولا أنا أشياء خلينا نجد طوع فهي ما هي إلزامية كل أحد جاء باختياره فنحن ماثقين من السفراء ولكن هذه الثقة كلا تكفي تحتاج أن طالب الثانوية يعرف أنه والله حتى المعلومة التي توصلك أنت صفيها بمعاييرك أنت خذ التجربة و أنت قيسها و ركبها زي ما تتبقى طيب الطلاب اللي حاليا دخلوا تخصص يعني نحن كطلاب كنا في الجامعة و أكيد أنت مريت بها التجربة يعني ندور على الدكتور اللي يدفت درجات ما ندور على الدكتور الشديد عشان نهرب من فهل هذه من الأسئلة متكررة دائما المادة نزلت فيها ثلاثة دكاتر تنصحني بأي دكتور معين دكاتر كلهم إن شاء الله تبارك الله يعني يعني على دقاب في كل التخصصات أنت ما حتى الأصعب دائما في التدريس هو الأكثر علما يعني لأنه لا و فيه ناس تبحث عن الدكتور فيه ناس تقول لك أنا أبغى الدكتور الشديد القوي الحازم معقول و فيه ناس تقول لك الدكتور اللي يعني سهل و ليه و كده الشخصيات تختلف يعني أنا كنتبحث عن الدكتور هذه من الأسئلة الشائعة كلهم دهوه الدكتور اللي يدي درجاته و نبه الدكتور اللي علمه يعني على حسب لكن يعني عادة أن المستفيدين من المبادرة أنا أعتقد أنهم ثلاث أنواع إما نوع والله يطالب يبحث فيسأل هنا و يسأل هنا تخصص الإعلام في جامعة الملك سعود تخصص الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز يبحث و يطلعوا و يوسع مداركو أو والله يطالب يدرس في هذا التخصص بس بيقارب بين التخصص هذا في هذه الجامعة و إلا في هذه الجامعة أو طالب خلاص قد يدارس هذا التخصص بس يبيشوف زملاءه و يبيشوف الوسط و يبغي يشوف الطلاب اللي سبقوا بسنة كيف الدكتور هذا و كيف كلا في المادة فاللاقي أنه فعلا و في اللاقي كمان في مجتمعات بتصير فخلاص أنه هذا الطالب ارتبط بهذا الطالب سأل و جاوب و بعدين دخل في يعني خلينا نقول في جروب أو في مجموعة في هذا التخصص فيبدأ المبرعج تكونوا مجتمع علمي داخل هذه المادة داخل هذه التخصص يا سلام صحيح هذه من إلا و ما طلعته إلا بذي لأنه والله المجتمعات الجامعية دائما أنت تلاحظون أوه فلان صديق دراسة زميل دراسة تلاحظون جمعة جروب جمعكم مادة جمعتكم مذاكرة جمعتكم مكتبة أخذتوا منها كتب فالمجتمعات هذه حلوة في عدد تقريبي مثلا لعدد السفادة والمبادرة غير السفرة يعني هذه والله واحدة من إشياء اللي ما قدرنا صراحة نقيسها يعني تقدر تلقي زوار الموقع حتى زوار الموقع موقعنا موقعنا طلعنا عدد الزوار فما نعرف لكننا نتأكدين منه أنه طالما في 1700 سفير كل فترة وفترة نسأل كم أحد جاك كم أحد جاك فإحنا قاعدين نفترض أنه لو جاء لكل سفير أقل شيء مثلا عشرة فإنت تكلم عن 17 ألف طبعا ممكن يكون نفس الطالب سأل أكثر من شخص يعني فما تقدر تحد الرقم برقم معين لكن أكثر الشالة تبسطنا دائما لما نشوف والله رسالة الطالب على تويتر لأننا قبل سنة دخلت هذا التخصص وما كنت أعرف والله إيش هذا التخصص بسراني سألت في المبادرة وتواصلت مع هذا فتيجي هذه كده القصص اللي حنا نعتبرها قصص نجاح نحتاج نقيس كم عدد الطلاب اللي يدخلوا معانا اللي يتفاعلوا معانا طبعا بس ما أقدر صلاح أحد ديك الآن حتى عدد التقليل الجامعات أنتر قاعدين تخدموا جامعة أم وقورة جامعة أمريكا أبدعزيز جامعة الطايف جامعة التبو قاعدين تخدموها فعليا ترى يعني قاعد سهل أشياء فيه يعني فيدباك من قبل الجامعات قاعد يجيكم كتعاون رسمي صراحة لا بس فيه أعضاء هي تدريس من الجامعات تشتركوا معانا في المبادرة تصير كده بشكل شخصي أنه أوه والله ما شاء الله ممتازين أوه ودى نتعاوم معاكم بس كلها بشكل شخصي على مستوى الجامعات لا لكن على مستوى المجتمعات الطلابية المختلفة وفيه طبعا فيه منصة اكتشاف فيه منصات إضاءة على تويتر دائما كده يعني بيكون فيه هذا هذا التعاون لأنه قضية وحدة والجمهور واحد فإحنا نتعاون مع بعض كده بشكل داخلي المبادرة أظنها طبعا أنت المؤسس لها وأنت يعني أظن يعني أود يقولي الكل في الكل لا لا المؤسس أيوة لكن اليوم عبو هم قائمين مزعين في لجنة تصميم ولجنة موالد بشرية ولجنة علاقات عامة ما شاء الله لجنة قانونية ما شاء الله عليك لا فعلا هذا دليل على أنه مش أي مبادرة أنت تبدو لكن هي خلاص فكرة عندي أنا هطلحها لا 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 العمل المؤسسي واضح في هذه المبادرة فيه تكاليف هل تبقى تقولي كلها هذه كل واحد فيكم متبرع طيب بوقته ماشي طيب فيه تكاليف تقنية فيه استضافة في دومين فيه برمجة فيه 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 هذه أنت بتجيبها من عيادتك واللي لسه ما فتحتها ولا ممكن تجيبها والله نعتبر خلينا نقول لما تؤمن بالقضية تبدأ تعتبر أن أي مبلغ تحطه في هذه المبادرة هو استثمار طبعا هي ما فيها أي عوائد مادية ما فيه أي اشتراكات ولا كل شيء لا حتى الآن هي منصة اجتماعية بحثة احنا داما نقول أنه فيه نوع حتى من التطوع هو تطوع بالمهارات فحتى مثلا نبرمج الموقع أول ما بدأ الموقع كان موقع بسيط مرة يعني فبعدين كلمني واحد يعني مبرمج عبدالحنان شمران الله أعطي العافية قل لي قل لي عبدالله ترى أنا التوراجة من أمريكا تخرجت وتخلصو صعيتي وأنا ودي صراحة أشتغل على موقعكم لأنه فأضي لسه ما عندي وظيفة فأودي صراحة وتوظف الله أعزاب الخير لكن قبل آخر سوى موقعنا بعدين يتواصل معك مبرمج ثاني أنه ممكن نطور الموقع مع بعض فيصير هذا النوع من التطوع بالمهارات وهذا بالنسبة لقيمة يعني جدا 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 عالية وبالنسبة كذلك الفريق يعتبر تمهير بالضبط أنه حتى المبرمج حتى الشخص اللي يشتغل على حتى اللي يصمم حتى اللي كذا هم كلهم مؤمنين بالرسالة فهنا تلاقي حتى قيمة العمل تصير أعلى لكن الضطر ندفع طبعا ممكن شيء ببلاش لكنه في الخير استثمار طيب خلينا ناخد تجربة سريعة أنت خرج طب أسنان تنصح طلاب يروح يطل على المجال ده أو لا طبعا أنصح الطالب اللي اللي فعلا مناسب يمكن إجابة دولماسية مرة طالب اللي يشوف أنه طب الأسنان مناسب له فطبعا يعني حيكون من أفضل خياراته هي الفكرة فين الفكرة أنه أنه خلينا نقول هو جبل لو استردنا طبعا الأسنان جبل فأنت على حسب إذا أنت معك جيب قطل على جبل هذا وحيكون بالعكس ممتع لك جدا ممكن يكون معك نبرقين ممكن يكون معك ريلا الله يعلم فهي تعتمد على إيش مهاراتك وإيش الشي اللي يركب معاه يمكن طبعا الأسنان من التخصصات اللي تحتاج فيه المهار الحركي والمهار اليدوي والمهار الدقيقة بشكل كبير فاللي يركب معهم هذا التخصص مهم عدد كثير لكن لو كان فعلا شخص متمكن ويحب هذا العمل حيكون من أفضل القرارات ممكن يتخذها في حياته جاه السلام أنتوا مو بلواحدكم اللي عندكم مبادرات إحنا غرنا منكم وإحنا كقناة كذلك عندنا مبادراتنا بأسلوبنا الخاص فنستلهم من مثل هذه المبادرات الفردية واللي تكونت بعد ذلك منها مبادرة على شكل مبادرة مؤسسية أشكركم عليها تدري بأسلوبنا بأسلوبنا أنا أستلهمها مبادرة هذه اللي بيقولها بأسلوبنا أنت استلهمتها أنت استلهمتها أنت خص أما أنا استلهمتها من الفتار حقه في تويتر مصور مع والدته مع والدته صح؟ الله يحفظ اسمه ياشر وأنت كاتب حاوز الذكر لا تحرج لا لا مو من الناس اللي يحبه لا لا كاتب كاتب في البايو فضة فضة وياسر صحيح فضة أنا قلت كنت أرى تغريدات لعبد الله فخره واعتزازه بوالدته والله يحفظها ويطول بعمرها موجودة الوالدة في جدة ولا هنا كلهم موجودين والد ووالد ما شاء الله كم عددكم لا 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 الله يحفظها ويطول بعمرها الوسم اللي سيتكلم عنه السادة علي اللي هو سعادتها غير حم لانطلقت برعاية وقف صدرنات القرآن وقف قيمة السنة في خمسمائة ريال يهدى للأمهات وشبكة المجل إن شاء الله بتهدي عبدالله أو والدة عبدالله فضة سهم في الوقف يا أحمد سهم في وقف صدرنات القرآن أمنا فضة والدتنا سنهديها سهم بقيمة خمسمائة ريال في وقف صدرنات القرآن اللي في المدينة المنورة بجوار المسجد النبوي تستاهل والده وإحنا نفخر بمن يعني كل واحد يعني حقيقة يفخر بجنته الوالدة والوالد أيضا وهال المبادرة اللي هي سعادتها غير بالفعل السعادة اللي أنت تدخلها على والدينك بالتحديد الوالدة يعني تفرق عن كل حاجة البسمة اللي تشوفها أنت منعكسها من خلال أنت ما سويت حاجة حلوة أكيد كانت فخورة لما أنت عرضت عليها المشروع وإنما أنت قاعدت تقول لها نجاحاتها المشروع طبعا لا الوالدين يعني هم من أكبر الداعمين في كل خطوة خطوها لعل البركة اللي تصير يعني هي بركاتهم طبعا فما نستغني عنهم أكيد في كل خطوة والله يزاكم بالخير صلاحة والوالد ما لكم هم شيء طيب سهمين والباب قسمها الموسم القادم أو المبادرة القادمة هتكون سعادته غير على الحين سعادتها غير وفي المناسبة الله يسعدكم ديني واخر ميزة الوقف أنك أنت تستطيع أنه فضل الله واسع تقدر تشرك في نية كل من من الوحب ومن هم موجود وبإذن الله تعالى نحن أكيد ما ننسى فضل والب شكرا لك يا الدكتور عبد الله بس أنا أستنى يفك العياد عشان أجيه ويضبط التقويم ويفك لك التقويم شكرا لك عبد الله مرة ومسوطين أنا تعريب ممسوط كمان زيادة ليش أنك ذكرتني باللهجة الجداوية من زمان عنها خضتنا الرياض وكونت لنا لهجة جديدة الله يسعدك الله يرضى عليك مرة شكرا صحة والعافية سعيد والله فيكم جدا شكرا على هذه الصلافة الطيبة وداما أنا يدي كده بس يعني منشي حاجة أخيرة لو كتبت مبادرة أنت أنا على تويتر رح تطلع لك على انستغرام رح تطلع لك وعلى جوجل كمان رح تطلع لك فأبد إذا في طالب جامعي يحب يشارك معنا يقدر ينضم للسفراء أنا وإذا في طالب ثانوية أو طالب في السنة التحضرية يبغي يستفيد يقدر يدخل ويبحث والله يكتب يا رب الخير إلا يحط واحد يوصف للسنة التحضرية يوصف فين المبنى حق محاضرة فلانية اللي ضيعوا كثير من ساكين الله يجزامك وخير عاد الله يسعدك شكرا لك يعطيك العافية شكرا لكم وصولكم أنتم مشاهدي كرام عم بتابعتكم لها الحلقة شكرا لك زميلي